كل هذا سيكون مع ضيفنا المتوجد هنا في بلاتو نهار الخبير الاقتصادي الأستاذ حمزة بوغادي أهلا بك أستاذ بوغادي أهلا شكرا سيدافة صباح الخير شكرا لتلبية الدعوة إذن بداية تثار أسئلة كثيرة مؤخرا حول نظام سويفت هو نظام تعتمده 200 دولة في العالم لكن ما هو بالضبط نظام سويفت وعلى ماذا يقوم هذا الهيكل المالي العالمي؟ بسمنا الرحمن الرحيم ببساطة نظام سويفت هو من بين الأدوات المالية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي يعني هو نظام أو جمعية الاتصالات ما بين البنوك يعني هي طريقة لتأكيد أو تسريع المعاملات التجارية أو معاملات التخليص ما بين البنوك تقريبا نظام سويفت يربط ما بين أكثر من 11 ألف بنك يعني عبر العالم تعتمد عليها تقريبا كل الدول تقريبا عن 40 مليون يعني رسالة تتم عبر هذا النظام يوميا ما بين البنوك تقريبا يعني هو باء من بين أعمدة يعني التجارة الخارجية ما بين الدول لذلك يعني فرض العقوبات يعني أو إبعاد دولة يعني كالعقوبات الروسية حاليا العقوبات الغربية الدول الغربية على روسيا حاليا عملت أنها تخرجها يعني من هذا النظام من شأنه أنه صحيح يخلق صعوبات كبيرة يعني لروسيا خاصة في يعني في مدفوعاتها في تعاملتها الخارجية يعني في تجارتها الخارجية لكن في نفس الوقت رح يخلق أزمة كبيرة يعني في النظام المالي العالمي لكن كيف يعمل بالضبط نظام سويفت؟ يعني ببساطة يعني لما يكون من قبل يعني قبل نظام سويفت كان يعني كانت طرق تقريدية يعني اللي هي يعني لما لما تحاول أنك تشتري سلعة يعني من بلد ما عندك بنك اللي تعمل فيه التوطين يعني لضمي سيرياز شواني في بلدك تعمل توطين تطلب السلعة البنك يتصل يعني طرق تقريدية يعني يتصل ويأخذ يعني الاتصال حتى يعني يتأكدوا أنه البنك صحيح هو البنك لي يتصل بها بالبائع ويتأكد يعني من المبلغ ويتأكد من ساعة كانت تأخذ أكبر أكيد كانت تأخذ يعني وقت كبير لما استحدثت هذا يعني هذا النظام أصبحت يعني المعادلة المعاملة تتمر يعني أو تجرى فئانيا يعني في لحظات يعني يختصر كثير من الأرض يعني من أقصى الأرض يعني الجانب الآخر من الأرض يعني تتم المعاملة في ضرف تواني يتأكد يعني في تعريف تعريف للبنك يعني في سيسلة من التعريفات أو يعني يعني نوميرو ديما تريكولاسيون تاع البنك أو المتعامل تاع رقم العملية يعني في إطار شفاف يعني في إطار يعني في طرسة بيتي لذلك يعني نظام سوفت سهل من حجم تبادلات ومن تسريع التبادلات التجارية ومشكل حافظ لنموها على مرة السنين منذ بداية العمل به نعم ومن المعروف أيضا أن نظام سويفت يحتمد على عملة الدولار وعملة الدولار هي العملة التي يتم تدول بها بأهم السلاح في العالم لكن ما هي أهمية هذا النظام بالنسبة للنظام المالي العالمي كما سبقت وذكرت أن نظام سويفت سهل من التدفقات النقدية أو سهل من العمليات التجارية سهل من الكثير من الأشياء كتهريب العملة كتبيض الأموال من التجارة غير شرعية أعطى رسمية وأعطى تنظيم وإطار تقريبا لكل معاملة تجارية ما بين الدول يعني كان فيه يعني لما هو يعتمد خصوصا أنه تقريبا كل معاملات الاقتصادية في العالم تعتمد أو ترتكز على عملة الدولار لكن يعني فيه يعني مؤخرا أو في سنوات الماضية كان يعني نظم مشابهة رهما دول يطوروا فيها كالنظام الصيني اللي CPS يعني Cross Border Interbank Payment System أو النظام يعني اللي طوروا دولة روسيا يعني SPFS يعني كنظم مشابهة لكن حجم المعاملات يعني فيها تتركز فقط على المعاملات ما بين الدولة اللي طورت النظام والدول اللي تتعامل معها تجاريا يعني ما زالوا يعني ما ما انتشرش بشكل اللي انتشر به أو اللي يعتمد عليه على السويفت على نظام سويفت نعم لكن ماذا يعني بالضبط استبعاد روسيا أو بعض بنوك روسيا من نظام سويفت حاليا يعني حاليا الدول الغربية يعني تحاول تشوف الخيارات المطروحة يعني أو خيارات اللي من شأنها أنها تدر أو تحاول أنها تغير من موقف روسيا وذلك بتسليط العقوبات يعني دائما كانت الحلقة الأضعف يعني الاقتصاد كانت الحلقة الأضعف دائما يعني من زمن الاتحاد السوفيتي كانت دائما العقوبات الاقتصادية أيضا في 2014 لما كان المشكل ما بين روسيا وأوكران جددا أستاذ أبوغادي كنا نتحدث عن استبعاد روسيا أو بعض بنوك روسيا من نظام سويفت ماذا يعني هذا كما أسبقه وذكرنا أنه يعني من بين حزمة يعني الأدوات اللي تمتلكها يعني دول الغربية بفعل أنها يعني بفعل أنها تتحكم تقريبا في كل هيئات المالية والعالمية اللي تسير الاقتصاد من بنك الدولي من صندوق النقد الدولي للمنظمات العالمية وهذا يعني تقريبا منذ نشأتها من البريتن وودز إذن يعني تحاول أنها تستعمل هذه الأدوات يعني للحد من أو لتغيير موقف روسيا إذا يعني هذه الأزمة ويعني ودفعها أنها تتراجع في قراراتها تقريبا تمس كل البشرية اللي ممكن تأدي أيضا إلى حرب عالميتها إذن يعني تقريبا من بين هذه العقوبات أنها تتحاول أنها تخلق لها مشاكل يعني مالية تخلق لها يعني ضغوطات يعني مع شركاء أهل اقتصاديين تخلق لها أيضا أزمة اقتصادية اللي ممكن أنه يعني شفنا أن التدفع يعني حتى يعني الأثار بدأت يعني تظهر آنيا تقريبا عملة الروبل فقدت أكثر من 40% من قيمتها لكن استسمحك فقط رئيس روسي بوتين كان صرح أنه الاقتصاد الروسي يعني لا يحتاج إلى نظام سويت يعني قالهم عندي عندنا يعني 640 مليار أظن أكيد أنه يعني روسيا تمتلك يعني من بين من أكبر الدول اللي تمتلك احتياطات بالعملة الأجنبية تقريبا 630 مليار دولار أيضا تمتلك يعني كمية كبيرة من احتياط الدهب عند يعني كثير من الوصول والسندات يعني والاستثمارات خارج روسيا لكن يعني لكن خراجها أو خراج بعض يعني هذا سيؤثر على الاقتصاد الروسي أكيد أنه سيؤثر يعني شفنا أنيا يعني تقريبا وكالات تصنيف صنفت يعني خفضت من تصنيفتها الاعتمانية عملة الروبل يعني فقدت أكثر من 40% يعني في آثار يعني بدأت يعني بدأت يعني أنيا يعني نشوفها أنيا لكن يعني نظام سيفت ايضا تعتمد عليها روسيا في مدفوعاتها أو في حلقات التجارية مع تقريبا مع الدول الأوروبية مع الدول الأوروبية لأن دول أوروبية يعني أو روسيا تمثل خامس شريك تجاري الدول الأوروبية لما نتكلم أيضا عن المدفوعات تقريبا روسيا تزود الدول الأوروبية ب40% من احتياجاتها من الغاز و30% أيضا من احتياجاتها النفطية المواد الكيمائية المنتجات الزراعية ومنتجات أخرى لذلك تقريبا المعاملات التجارية تتمر عبر نظام صيف لذلك نشوف أيضا أنه تراجع في القرارات أو التباين في المواقف ما بين من بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية شفنا تراجع ألمانيا قالت أنه لا يمكن معاقبة كل البنوك الروسية لأن ألمانيا تتعامل مع هذا البنوك ويعني تلجأ للتخلص عبر هذا النظام الدفع أو النظام السويفت لواردتها الغازية والنفطية وهي أيضا تمرر هذه الإمدادات للدول الأوروبية الأخرى لذلك يعني كان عقوبات لكنها متباينة للمواقف في ما بين الدول الأوروبية لأنه لما نعطيك مثال لو الولايات المتحدة الأمريكية تحضر نهائيا النفط أو الغاز الروسي يعني هو يمثل تقريبا في 2021 كان 1.7% فقط من واردات الطاقة للولايات المتحدة الأمريكية بينما يعني الدول الأوروبية يمثل تقريبا يعني هو العصب عصب الطاقة للاقتصاد الأوروبي يعني وتقريبا نموها وإنتاجها وتقريبا كل اقتصادها يعتمد بشكل كبير على الوردات يعني الروسية لذلك يعني كثير من العقوبات يعني نشوفوا بها كين تسرع في العقوبات كين تراجع في بعض من الأخرى لأنه لأنه تقريبا نحن الآن نتكلم عن عن تشابك أو الانترديبوندونس يعني الاعتماد المتبادل في ضل اقتصاد معاولا تقريبا يعني لما تمنع يعني المجال الجوي لروسيا عندك شركات يعني أوروبية تأجر طائرات للشركة الطائرات الروسية يعني هذا مثال من كثير من الأمثلة يعني تقريبا سندق الاستثمارات والتدخل ما بينها صندوق السيادي النرويجي عنده استثمارات والشركات الفرنسية شفنا يعني شركة توطل التي رفضت يعني مغادرة روسيا فرنسا يعني تراجعت قالت أنه تتحفظ أو لا تمنع الشركات الخاصة الفرنسية أنها تغادر روسيا يعني كان نوع من نوع من التخبط في هذه الإجراءات بفعل تأثيرات المتبادلة يعني ليس فقط يعني رح يكون عنده أيضا تأثير على بقي الدول أكيد أنه حتى نظام سويفت يعني لما تمنع روسيا يعني شفنا يعني شفنا إيران يعني عقوبات لما أخرجت إيران من نظام سويفت صحيح أنها فقدت تقريبا نصف عائدتها من التجارة الخارجية وخلقتها خلقت لها مشاكل لكنها طورت أو اضطرت للتعامل في أطر بنكية أخرى يعني لذلك يعني النظام النقدي العالمي أو نظام المالي أو الاقتصاد العالمي الآن الإضرار بطرف أو الإضرار بجهة يعني الإضرار تقريبا بكل نظام ككل لأنه هذا الترابط وهذا التشبك ما بين تقريبا كل فاعلين وكل هيئات وكل التعاملات حتى أنه هناك بعض الخبراء الذين يرون أن العالم اليوم يتوجه نحو نظام عالمي الجديد لما تكلم عن نظام عالمي جديد يعني تقريبا نتكلم عن الشق الاقتصادي فيه يعني فيه تغيير لموازين القوى الاقتصادية نتكلم عن أنه دولة الصين بفعل يعني تطورها المتسارع والكبير وشفنا في الحرب التجارية ما بين ولاية المتحدة الأمريكية والصين الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع فرض منطقها على الصين بفعل يعني بفعل التدخل بفعل يعني سيطرة الرأس المال الصيني تقريبا على استثمارات كبرى في كل مناطق العالم شوف أنه شريك الأول للاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة الأمريكية نفسها أيضا التكتلات أو التطور اللي شفناه في دول غرب أسيا دول أسيوية تقريبا كان تطور كبير كان تراجع للنفوذ القرار الأوروبية في المستعمارات السابقة في إفريقيا كان نهضة أيضا أو كان ديناميكية جديدة في بعض الدول الإفريقية كان تكتلات جديدة اقتصادية لذلك لما نتكلم عن نظام جديد تقريبا لو نحاول أنه نحطنه في إطار أكاديمي أو معرفي نتكلم عن هذه التحولات الكبرى بفعل أيضا لما نتكلم عن العالم ما قبل جائحة كورونا ليس العالم ما بعد جائحة كورونا والعالم ما قبل أزمة روسيا وأوكرانيا ليس العالم ما بعد أزمة روسيا وأوكرانيا لذلك هذه التغييرات أو هذه الإضطرابات أو هذه المسعى لكل دولة تحوس أنها تحاول أنها تطور اقتصادها تحاول أنها تخرج من تحالفات قديمة وتروح تحالفات جديدة لتعطيلها ممكن أكثر هامشية في المشاركة والمساهمة أكثر ربحية نقص أو أقل استغلال لذلك تقريبا هذه حركة طبيعية في الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية ككل نحط أنه بعد أزمة روسيا وأوكرانيا اليوم سعر البترول يلامس 140 دولار أكيد لما نحط في السياق بغض النظر عن الأزمة الروسية وأوكرانية كان ارتفاع للنفط كان ارتفاع لكن بالنسب معقول نشوفه 0.5 0.30 0.80% تقريبا كل أسبوع أو بفعل عديد من العوامل نذكر على سبيل المثال أنه تقريبا منذ العشرية العشر سنوات الأخيرة كان شح في الاكتشافات النفطية أولا كان تراجع الاستثمارات النفطية خروج كثير من اللاعبين في المجال النفطي كان أيضا اتفاق لأكبر منظمة أو لأكبر موردي النفط في العالم وهي أوباك أوباك بلوس والتي ابتدأت من جزائر في 2015 كان اتفاق أنه خفض الإنتاج حتى يتحكموا في أسعار مقبولة لكل المستهلك والمصدر كان كثير من العوامل جاءت جائحة كورونا التي تقريبا أخلطت كثير من الأوراق الاقتصادية من بينها أيضا تراجع كبير أو تأخر كثير من الاستثمارات في النفط لخلها النقص اليومي يقدر بملايين بملايين البراميل من النفط لخلها الأسعار ترتفع أيضا الطلب أو لاروبريز يعني إعادة الانتعاش العالمي ما بعد التحكم أو اكتشاف اللقاحات اللي خلها ارتفاع أسعار النفط تاخد منحنة تصاعدي الطلب الكبير يعني الطلب الكبير اللي شفناه بعد هذا الانتعاش أو العودة من الإغلاقات الكبرى اللي صارت في جائحة كورونا أيضا الآن نأتي إلى الصراعات أو الأزمات الجيوستراتيجية اللي هي بطبيعتها تعمل على زيادة أسعار النفط يعني بفعل المخاوف من شح الإمدادات ونقص الإمدادات يعني من سخاصة لما تكون هذه الأزمات أو هذه التوترات في مناطق غنية بالنفط أو مناطق لاعبين يعني ديزاكتر في المخشي بيترولي لما نتكلم عن روسيا وأوكرانيا نتكلم عن روسيا كما سبق وذكرنا أنه روسيا يعني التاني منتج للنفط يعني مصدر للنفط والغاز في العالم نتكلم عن تقريبا 12 مليون برميل يوميا نتكلم أيضا عن تزويدها للدول الأوروبية والإتحاد الأوروبي بتقريبا ب40% من احتياجاته الغازية و30% من احتياجاته النفطية نتكلم أيضا عن عضو خارج منظمة الأوبيك ونتكلم أيضا عن استعمال احتياطات في أغلب الدول الكبرى لما نتكلم عن علاوية المتحدة الأمريكية استعمالت احتياجاتها اللي هي أيضا مؤشر مؤشر رئيسي في ارتفاع أيضا أسعار النفط لذلك كل هذه العوامل ساهمت في أنه النفط يرتفع بهذا الشكل تقريبا بالمقارنة بالسنة الماضية تقريبا 70% ارتفاع في أسعار نفط و80% في ارتفاع أسعار الغاز أيضا لما نتكلم أيضا عن دائما في المخاوف أو ضبابية الأيام القادمة تخلي أيضا تأجيج أو تخلي أسعار النفط أيضا للجي بي مورغان أو البنوك أو الهيئات التي قررت أن الأسعار تقدر تلحق حتى الـ 180 دولار يعني هي مورشحة للارتفاع خلال أيام نعم خلال أيام يعني خلال أسبوع وهذا أسبوع وهذا أيضا مرهون بالتطورات الميدانية ما بين الأزمة في روسيا وأوكرانيا كان أيضا عوامل اللي أيضا تخيم عليها الضبابية أنه الولايات المتحدة الأمريكية راهي الطالب بحضر أو تبحث عن بدلاء للطاقة الروسية شفنا يعني الجوالات الأوروبية تبحث عن بدائل أيضا للغاز الروسي من بينها يعني الجزائر وقطر يعني الدول اللي تم اقتراحها شفنا تخوف هذه الدول أنه تنخرط في منطق استقطاب جديد يعني منطق غير سليم يعني منطق تجاري واقتصادي غير سليم لذلك يعني كل هذه العوامل سنجد نشوف من الممكن أنه يوصل يعني لأسعار تاريخية لم يوصلها من قبل تقريباً لما نتكلم عن أسعار تاريخية في ألفين تقريباً لوصل 1147 دولار على ما أعتقد يعني هو سعر تاريخي نظن أنه هذه المرة سيتم تجاوزه نعم وكسؤال آخر يعني من المستفيد ومن المتضرر من استبعاد روسيا من نظام سويفت وربما هل يمكن إيجاد بديل لهذا النظام المالي العالمي؟ لما نتكلم عن إيجاد نظام بديل يعني نتكلم عن إيجاد بديل لكل دول كبرى هذا من غير ممكن حالياً كان فيه كثير من محاولات لما تكرنا نظام تحويلات عبر الحدود الصيني اللي الصين يعني تم التعامل بليوان الصيني تكلمنا أيضاً عن نظام الروسي أو المير يعني النظام المالي أو النظام اللي اعتمدته روسيا طورته من 2014 يعني كان أيضاً استجابة للعقوبات كانت تحضر في نفسها أو تبحث عن بديل لأنه شفت أن العقوبات الاقتصادية هي دائماً الملجأ الأول أو الأأمن للدول الغربية في تطبيق عقوباتها على الدول اللي لم تمشي لها يعني في نفس تصوراتها السياسية لذلك يعني كان العمولات الرقمية اللي ممكن أنها تشهد ازدهار أكبر بفعل يعني لما هذا الأمر طبيعي يعني لما تغلق طرق يعني الدول الأخرى أو الهيئات أو المتعاملين اقتصاديين أو رجال الأعمال يبحثون عن بدائل أخرى وكان يعني كان منتد وناس آخرين يعني متدى ديزاكتور ديزاكتور يعني اللي يشاركوا اللي يقدموا لك البديل يعني بطرق رسمية أو غير رسمية بطرق يعني أطر بنكية أطر مؤسساتية أو خارج أطر مؤسساتية يعني دائما كان دائما هناك حل نعم أستاذ بغادي شكرا لك على كل هذه التفاصيل لكل هذه الشروحات يومك وموفق